انت لو جالك مال وحش او حد مثلا قدم لك طعام سيء او طعام حمضان او قدم لك مثلا سياب مقطع تقبله ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه انك يعني ايه تغمضانك عنه ولا تنظر يعني لارداءته او للسيئات الموجودة فيه ولكبح صح او مش صح اذا القرآن الكريم يأمرنا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اقرجنا لكم من الارض ولا تماموا الخبيث منه تنفقوه ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه خلاص كده ولا تقلق الشيطان يعدكم الفقر وامركم الفحشاء والله يعدكم مكفرة منه وفضله والله وسن عليهم لا تقلق من هذا الام الله سبحانه وتعالى سيخلف عليك خيرا اذا القرآن بينا لنا ان الانفاق امر من الله وله حكم والقدر الذي ننفقه وما هو المال الذي ننفقه طيب انت بفضل الله سبحانه وتعالى اصبحت من المنفقين واصبحت تتصف بصفات واداب واخلاق المنفقين اسمعي سيدي القرآن يثني على اهل الانفاق ثناء حسنا طيبا مباركا بفضل الله جل ثناء فمثلا القرآن يجعل من صفات كمال الايمان ان يكون الانسان منفقا خاصة اذا كان مؤمنا تقيا يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من المتقون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة خلاص وتأتي ايات تصف المؤمنين ومما رزقناهم ينفقون وتقرأ ايات في القرآن الكريم مثلا انما المؤمنون شوف انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون شوف انما المؤمنون من صفاتهم ايه الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا شوف ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا ده المؤمن الحقيقي يا سلام اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم يا الله اذا اثنى القرآن الكريم على اهل النفق والانفاق والتطوع والصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى جعلهم من المؤمنين جعلهم القرآن الكريم فضل الله سبحانه وتعالى من اهل الفلاح واهل التقو وجعلهم درجات ومغفرة ورزق كريم ليس ذلك فحسب بل جعل اثنى عليهم وجعلهم من المحسنين وجعلهم من اهل ردوان الله ومن اهل الجنة لما تقرأ مثلا والله بصير بالعباد طبعا أبلها ورضوان من الله اكبر في سؤال العمران ورضوان من الله اكبر والله بصير بالعباد الذين يكون ربنا اننا امنا فاخفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين الى ان قالوا المستغفرين بالأسحار والمنفقين فالعباد هم المنفقون عباد الله الصادقون هم المنفقون اهل الردوان هم المنفقون ليس ذلك فحسب ربنا صحة تعالى قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء فالمتقي المسارع الى الخير الذي جعله الله من اهل الجنة هو الذي ينفق في الحالتين في السراء وفي الضراء طبعا الاية دي عظيمة وخطيرة جدا تحتاج إلى شيء من التوقف والنظر والتبصر والتأمل ولا سيما وان اغلبنا لا ينفق إلا في حالة السراء لما يكون معايا يطلع مش معايا يطلعش لكن الاية قالت الذين ينفقون في السراء والضراء يعني في جميع احوالهم هم من اهل النفقة من اهل الصدقة لذلك في باب يوم القيامة في الجنة اسمه باب النفقة او باب الصدقة يدخله الذين عاشوا حياتهم يتصدقون وينفقون في سبيل الله سبحانه وتعالى في وجوه الخير وفي وجوه الطاعات وفي مساعدة الناس واغاثة الملهوف وتزوج اليتيمات والمساعدة لطلاب العلم وبناء المساجد والوقوف مع المحتجين وما الى ذلك هؤلاء انفقوا اموالهم في السراء وفي الضراء فجعلهم الله من المتقين وجعلهم الله من المحسنين وجعلهم الله من اهل المغفرة وجعلهم الله من اهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى إذن الله أثناء على أهل الانفاق هل ذلك في حسب قال لك لا ده الكرآن الكريم كمان يا جماعة توعد بالإخلاف هتنفق ربنا يديك طيب ربنا يديني ايه لما طلع جنيه يدينا عشرة قال لك لا من ذا الذي يكرد الله قردا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة يا سلام يا سلام على عظمة العطاء من الله جل ثناؤه من ذا الذي يكرد الله قردا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة يا سلام أظن يعني ماذا أقول بما أعلق على هذه الآية من ذا الذي يكرد الله قردا حسنا تطلع جنيه مش أقول لك ربنا يديك اثنين أو تلاتة وعشرة فيضعفه له مش ضعف واحد أضعافا ومش أضعف عادية أضعافا وصفت بأنها أضعافا كثيرة يا سلام ليس ذلك فحسب كل ما تنفقه في سبيل الله الله يخلفه عليك قبلك يعني يعني سبحان الله خضية منتهية وما أنفقتم من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تضلمون يعني تتخيل دي لما تكرر وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزقين اللي تنفقه الله يخلف عليه زي ما الحديث بيقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك حديث كدسي يا ابن آدم أنفق عليك ما نقص سماع له من صدقة يا ابن آدم أنفق أنفق عليه شوفوا ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه طب يخلفه هيخلفه قد أي يعني قد أي اسمع إلى ختم الآية فهو يخلفه وهو خير الرزقين يا الله طب لما أقول لك بعد خير الرزقين يبقى كام هيعطيك قد أي لذلك قال أضعفا مضعفا ونما ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولم تجد آية تقول لك بالليل والنهار وآية تقول لك سرا وعلانيا اللي ينفق بالليل وبالنهار وينفق سرا وعلانيا تجد في سلطة بقرة تقول لك فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن فلهم أجرهم عند ربهم ترى ما هو الأجر في الدنيا وعلى في الأخيرة لم تكن الآية إذن الآية في الدنيا وفي الآخرة أجر لهم أجروا فلهم أجروا معين دربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذن عطاء يخلفه الله سبحانه وتعالى على المنفقين